بسم الله الرحمن الرحيم. آآ عايز اقول لكم والله انا جيت احاول اسجل الفيديو ده قبل كده قعد تساعة ونص. في الاخر اللي لقيت يعني ان ايه? فيش تسجل الشاشة اصل. هنحاول نختصر مع بعض الدنيا كده بحيس ان احنا نطلع باقصى استفادة واكفر معلومات. في وقت قليل آآ ان شاء الله نحاول ما نطولش يعني. احنا في الفيديو ده هنتكلم عن بالبيتر. يعني اساسيات البرمجة لتحليل البيانات بالبيتر. مش هندخل في اللي بتستخدم في تحليل البيانات زي بانداس ونانباي والكلام ده. ان شاء الله هتبقى فيديوهات آآ جاية. هنحاول مسلا ناخد بانداس دي في فيديو الوحدها نانباي في فيديو الوحدها. مش عايز اقسم الدنيا عشان ما نحسش ان الموضوع ايه في توهان. لا هيبقى فيديو مثلا اهو لأسيات بايثن لتحليل البيانات. معنا البي دي اف ان شاء الله هرفعه او هحطه تحت في الديسكريبشن. آآ كذلك برضو نخلص الحوار ده نخش بقى فيديو برضو واسيب البي دي اف في الديسكريبشن. ويبقى انت معك الماتيريال تحس ان هي مش متوزعة فيديوهات كتيرة. وفي نفس الوقت هنحاول نختصر. يعني لما فيديو زي ده نحاول نعمله في ساعة ولا ساعة وشوية تلم السياب بايثن كلها. وطبعا من جامعة كولومبيا يعني. من جامعة كويسة جدا. فانت ذات نفسك هتحس ان الموضوع مش واسع. وفي نفس الوقت تكتسب معلومات كبيرة في وقت قصير. ماشي. يعني خلاص بقى ندخل في الموضوع عشان ايه? ما نبقى اشرغينة كتير. آآ برضو معلش حابب اقول حاجة ان احنا كنا شرحين في فيديو قبل كده. او سلسلة فيديوهات عن اسيات البرمجة بالبيتون. آآ ممكن تلاقيني بس كب حاجات معينة سهلة خالص انا شايفها. عشان ايه برضو وقت الفيديو. ما نبقاش احنا عملين نعيد ونزيد في الحاجة. الفيديو ده انا كنت مختصره لك في ساعة. ممكن تروح تشوفه. آآ تيجي مسلا نشوف هنا تقول آآ يعني يبقى حوالي ساعة ونص كده. آآ طبعا ساعة ونص مش حاجة يعني. انت لو قعدت خلصتهم مش هياخدوا منك حاجة. واحنا نحاول نخلي الموضوع ايه ممتع ولزيز كده بحيث ان انت ما تزهقش وانت بتتفرج يعني. اوكي. مش عايزين الكلام ده طبعا انا عايزين ندخل في ايه في المفيدة على طول. آآ احنا عايزين لو عايزين نعرف دلة في بنعرفها ازاي بنقول ده اسم الدلة وبعد كده نقطتين فوق بعض بنقافس الشكل ده كده. الاجز ده في الفنكشن يعني. وبعد كده لما تيجي تعمل للاجز. يبقى هيرجع لك ايه قيمة ده. عايز تستخدم الفنكشن دي بعدين هتقول برنت اسم الفنكشن وبتستدعيها بالشكل ده كده. يبقى المفروض لما تيجي تستدعيها هيرجع لك ايه قيمة الاجز اللي هي اتناشر. آآ الكومنتات في بايتهم بتكتب ازاي لو انت عايز تكتب سنجل لاين كومنت يعني كومنت في سطر واحد بتعمل هاشتاج وبتعمل ايه الكومنت اللي انت عايز تقوله. وبعد كده آآ لو انت عايز تعمل كومنت مسلا في نص السطر يعني انت كتبت كود وعايز تكتب في نفس السطر كومنت معي. فهتقوم كاتب بعد الكود اللي انت كتبته يعني نعتبر مسلا برنت دي حاجة هي هتكتب هاشتاج والكومنت اللي انت عايز تكتبه. طيب انت بقى عايز تعمل الكومنت مسلا في خمس سطور تلات سطور عشر سطور هتكتبه ازاي بالطريقة دي. فاول سطر انت هتبدأ في الكومنت هتكتب هتعمل تلاتة اه تلاتة دابل قوتس وفي اخر السطر هتنتهي فيه في الكومنتات هتعمل تلاتة دابل قوتس تانية يبقى انت كده حددت مثلا حاجة او مكان معين كده هو ده اللي انت هتكتب فيه ايه كل الكومنتات مش هتأثر خلص الكود به دعا نشوف كده مثال بسيط يعني البيثون بروجرام عندك نيم آآ اسمه نيم سجلت فيه جو برينت هلو ده هيتبع لك هلو عادي طيب برينت نيم زائد نيم المفروض انه هيتبع لك ايه نيم الكلمة دي كده زائد النام اللي هو جو تمام ماشي اه احنا عارفين طبعا لو احنا عايزين نشتغل في الديتا او في الماشين ليرننج بقى في الديتا ساينس عامة بتبقى عايز تستخدم اي دي اي يكون فيه كل اللايبيراريز دو كلها مش كل مكتبة مسلا هتستخدمها هتعد اه تنزلها والكلام ده احنا عندنا بي ات او وفي نفس الوقت موجود فيها كل اي دي اي اللي انت هتستخدمه انا منزلها عندي اهي انا كون دي اي فيها بقى كل ال اي دي اي اللي انت محتاجه ودي ايه الخطوات هتسيب لك البي دي اف ده تحت في الديسكريبشن عشان لو انت عايز تنزل ايه جو بيتر عايز نزل مكتبات منه كده يعني عادي خالص دي اسئلة هي ممكن تخدها سكرينشوت عشان لو انت عايز تحلها مع نفسك حاجات خفيفة وسهلة خالص وبالمناسبة برضو بايتون فردتها يعني الحاجات اللي انت عايزها في بايتون مش حاجات تقيلة ده حاجات خفيفة خالص عشان تمشيك بس في المجالية اه هنا بيقول لك يعني بيقول لك ايه الحاجات دي اللي هتبقى بايتون از اكس سنسيتف صح اه اكومند ان بايثون از ترميناتد باي سيمي كولون يعني بيقول لك ان الكومند بايثون لازم ينتهي بسيمي كولون لأ انت ممكن ما تنتيش بسيمي كولون عادي ممكن ما تكتبش سيمي كولون في الاخر زي السي بلاس بلاس اوكي فدي فولس ايدنتيشن دازنت ماتر ان بايثون لا غلط طبعا احنا لو جينا رجعنا للدلة دي اللي احنا شفناها هو لما عرف لك ان ده تابع دي عشان انت هنا لو انت مكنتش سيبت هيكون خرج برا دل لاصل وكذلك في وكل الكلام ده اوكي بقى انت كده راحت فين مش مهمة يعني في بايثون لا طبعا مهمة فدي كمان غلط ده تلاتة دابل كوتس لأ طبعا احنا قلنا بيبقى هاشتاج لو انت عايز تعمل كزا بتعمل ايه التلاتة دابل كوتس دول طيب ده هي ديت انا مش فاهم بصراحة معناها ايه بالزبط اه بس لما سرشت عليها ممكن يعني تطلع غلط فانا مش متأكد بصراحة او مش فاهم اوي دي معناها ايه فممكن نسكب بها يعني ايه مش هتقصر علينا في حاجة يبقى احنا كده اللي احنا مستقرين عليه ان بايثون is a case sensitive وفي نفس الوقت اه كومند يعني هي دي تقريبا اللي صح اه variable is name ماشي هنا بيقول لك انت عشان تعرف variable في ال اه في بايثون عمتا بتعمل ايه انت عندك اه المكان اللي بيبقى فيه ال variable في الميموري اسمه location طيب ايه بقى ال value اللي انت مخزنها في ال location ده ده قيمة ال variable طيب هو ال variable اصلا انت اسمه ايه ده اسم ال variable احنا لو جينا عرفنا مسلا دلوقتي edge بيساوي 18 فين ال value ال value 18 طب الاسم edge طب اللوكيشن بتاعه اللي هو متخزن في الميموري وانا كنت قلت لك في فيديو قبل كده ازاي الميموري بتتعامل مع الليست وبتتعامل مع ال variables وازاي الميموري بتتقسم مع الليست كل مكان بياخد ايه بالزبط تمام وهنا اموضح لك الموضوع ده زي ما انت شايف قطة يعني كأنها قطة عادة في صندوق آآ اسم الصندوق ايه ده ال variable ده اسم ال variable او ال label بتاع ال variable اسمه بتاعها القطة دي ما احطوطة فين اصلا ما احطوطة في بوكس عادي طيب ايه بقى ال value ايه الحاجة اللي هو البوكس دي كات يعني او كيوت كات زي ما احنا شايفين برده نفس الكلام ونفس الكلام على ده المسج دي ال variable يعني name الهالور للده القيمة بتاعتها او ال value بتاعه اللي هو الصندوق الاصفر ده اللي هو محجوز في الميموري على هيئة برضو location طيب اه بيقول لك ان ال variable في البيتون بيبقى ديناميك يعني انا مش شرط مسلا انا اقول لك انت value بيساوي خمسة عشان يعرف ان ال value ده انتجر وهيتحط فيه numeric data فهو انت مجرد ان انت ما تقول value بيساوي خمسة وحطت الخمسة دي هو automatic عارف ان ال val ده انتجر مجرد معرفت val وحطيت فيها low هو عارف ان وسترينج automatic كذلك برضو نفس الكلام في البوليان اي data طيب بمجرد ان انت تحط ال value الخاصة بيها هو automatic هيعرف ايه نوع ال data ايه نوع ال data دي ماشي اه variable rules قواعد اللي انت مفروض تسمي بيها variable هنا انت مسلا ما ينفعش اه تبدأ تبدأ اسم variable برقم يعني ما ينفعش تقول مسلا ايه قصدي خمسة احمد خمسة امير اتنين محمد اوكي ده ما ينفعش طيب ايه الحاجة التانية ان انت مسلا ما ينفعش تسميها هاشتاج كزا الحاجات دي اه ما ينفعش تسميها باسم بعمليات حسابية ما ينفعش تقول برضو ان اسم ال variable ده بيعبر عن status في يعني ما ينفعش مسلا تقول اه اسم ال variable for if where اوكي طبعا ما ينفعش الكلام ده فهنا بيقول لك ايه يعني الحاجات الصحيحة في الاسم دي نيم ده ينفع عادي ينفع عادي لان الرقم في الاخر ده ما ينفعش ينفع عادي ما ينفعش او مسافة اه وانت بتسمي ال variable ده حاجة مرفوضة ومش في بايثون بس في كل لغات ببرمجة. الس ده طبعا ما ينفعش عشان هو له علاقة بال conditions مش هينفع نستخدم الس. فهنبص نلاقي ان ادي واحد آآ string two name يبقى احنا عندنا تلاتة اللي هيبقى صحة. تعالا بقى نشوف البيثون ماس اكسبريشنز. ايه البيثون ماس اكسبريشنز? العمليات الحسابية في بايثون. انت عندك لما تعالا نشوفها الرياضة عادي. في الرياضة عادي خمسة زائد تلاتة عشرة ناقس اتنين خمسة في تلاتة تسعة على الربعة. لما انت بتيجي تكتب الزائد في البيثون بتكتبها بالشكل ده. النقص بتكتبها بالشكل ده الفي. اللي هي بدل علامة اكس في الرياضة بتكتبها او نجمة زيدي كده. على بدل ما انت بتحط آآ يعني خط مسلا وبتقسم او بعلة اللي هي كده ونقصتين فوق بعض بتعملها بالمنظر ده كده. اه دي اسمها او باقي الاسمه. باقي الاسمه دي معناها ايه اصلا? احنا عند انت عندك دلوقتي مثلا لو جيت قولت تسعة على الاربعة. تسعة على الاربعة هتطلع لك اتنين وكسر. طيب احنا مش عايزين الكسر ده. احنا عايزين اللي يطلع يطلع قيمة صحيحة. يعني القيمة بتقبل الاسم على الاربعة ما يبقاش فيها كسور خالص. انت عندك ايه اللي بيقبل الاسم على الاربعة? عندك اربعة? تمانية? اتناشر? ستاشر? ومضاعفات الاربعة? حلو? فاي رقم على الاربعة ده هيبقى حاجة? مش هيبقى حاجة ستاشر على الاربعة مسلا فيها الاربعة وخلاص. الموضوع خلص. فيبقى الموديلس او بقى الاسم بتاعها زيرو. لكن لو جينا قلنا مسلا تسعة على الاربعة. هيبقى اربعة وشوي? لا احنا عايزين ناخد القيمة الصحيحة بس. فهننزل واحدة. تسعة على الاربعة? هتبقى اربعة وشوي? خلاص ننزل واحدة. تمانية على الاربعة فيها الاتنين. طب ماشي تسعة بقى مقاس تمانية كام? واحد. يبقى بقى الاسم بتاعت التسعة على الاربعة هتبقى واحد. آآ تعالوا نقول مسلا مسال تاني. احنا لو عندنا دلوقتي آآ خمستاشر على الاتنين مثلا. هيبقى الاسم على الاتنين. بتقبل الاسم بس هيبقى فيه كسور. احنا مش عايزين الكلام ده. هتنزل تحت شوي. يبقى اربعة عشر على الاتنين فيها السبعة. ايه الفرق يبقى بين خمسستاشر لاربعتاشر? او انت نزلت كم درجة? نزلت واحدة. فيبقى بقى الاسم واحدة. القص بيتكتب آآ بدل ما انت مسلا بتعمل خمسة قص اتنين. خمسة وفقوقات اتنين كده هتعملها ايه? ضبل استر جزاري كده. اكسبريشانز اوبريتور بريسيدس. بيقول لك الاولويات ايه في العمليات الحسابية? احنا لو عندنا دلوقتي زي الرياضة بالزبط. احنا عارفين دلوقتي اصص واقواس ضرب اسم جامعة اره. على طول كده. وخلي بالك فيه ناس بتقول لك الاقواس قبل الاقصص. لا. انت لو جيت اشتغلت الاقصص هتبقى هي هي زي الاقواس بالزبط. لو جيت جربت في اي حاجة. عندنا مثلا مسال هنا هنبتدي بالاقواس الاول مثلا. تلاتة مقس واحد فيها الاتنين. وعندك تمانية قس اتنين اربعة وستين. اربعة وستين اتناشرة على الاربعة فيها التلاتة. تلاتة في اه ناتج العملية دي اتنين اتنين في تلاتة بستة. ستة. ستة موديلس خمسة فيها واحد. هتبقى واحد زائد اربعة وستين اتبقى خمسة وستين. حلها انت مع نفسك يعني هتلاقي تطلع كده ان شاء الله. دي برضو ممكن تاخدها عشان لو انت عايز تحلها. ناخد بس ايه بقى مية كده. انا ممكن اعمل منتاج على الفيديو بس على حسب يعني لو طول هتلاقي اني بقص الكلام ده ما طولش بقى ايه. عشان هياخد وقته كده فهنزله زي ما هو على طول. طيب القيمة النصية بقى اني شكل. ممكن تسيب فراغ ما بين العلامات التنصيص كده عادي. مش هيبقى في مشكلة. لان ده مش اسم انت قيمة معروفة. وخلي بالك انت لو اديت مسلا لقيمة بالطريقة دي. ولو جيت اديت ديت له دي مسلا بس من غير او من غير المسافة دي. فانت كده اديت له قيمة تاني. يعني دي قيمة وده قيمة. تمام? ممكن تدي له قيمة بالطريقة دي. ممكن تكتب بكل الاشكال اللي عندك دي يعني. عندك برضو كاكتر من في الحاجة دي اهو فانت ممكن تعملها بنفس طريقة بالزبط. نفس الكلام. تعال بقى نشوف ايه لو احنا عايزين نطلع مسلا قيمة معينة من احنا عندنا عرفنا ودت له قيمة هلو. انا برضو قلتلك يعني ايه? اه المواضيع دي بتفرق شوية لو انت كنت عندك خلفية يعني عن التخزين في بتبقى ايه? انت فاهم المواضيع في دماغك بشكل ايه? او فاهم ايه اللي بيحصل في انما هنا انت هتفهم المواضيع برضو مش هيبة في مشكلة بس يستحسن يعني تبقى فاهم من الميموري مانجمينت. اوكي انت استي ار هلو لو احنا جينا نشوف اللي عد بيبدأ في البرمجة ازاي? اتش زيرو اي وان اه ال دي اه تو ال دي ثري او دي فور. انا جبت الكلام ده من اين? انت عندك اه اي حاجة في الميموري بتبدأ من زيرو. او الموقع بتاعها زيرو. اللوكيشن اللي جوه الميموري زيرو. ال اي دي اللوكيشن بتاعها واحد. ال ال اتنين وهكذا. فلما تيجي تقوله برينت اس تي ار اوف وان هاتلي ال اس تي ار اللي في حرف اللوكيشن بتاعه وان فانت هيبقى ايه اللي عندك ال اي? لو اقولت له في الكلمة دي هنا. هاتلي الحرف اللي اللوكيشن بتاعه زيرو ايه? لو في الكلمة اللي فوق اللي هي هاتلي السلب واحد. سلب واحد دي معناها يعني هاتلي اخر واحد من ايه? هاتلي اول واحد من الاخر. بالعكس يعني. فهيبقى اوه. لو قلت سلب اتنين هيبقى ايه? السلب تلاتة ايه اللي بعدها؟ سلب اربعة اي? وهكذا. هنا بيقولك how many of the following are valid python string ايه يعني من الحاجات اللي قدامك دي اللي ينفع تخزنه في string يعني تخزنه في متغير string عندك دلوقتي اول حاجة double quotes ما فيهاش اي حاجة تاني واحدة نفس الاولانية بالزبط يعني دي فاضية ودي فاضي الاتنين دول كده ماينفعش ليه لان انت كده مش في حاجة اصلا ولا يعني هيبقى النتيجة ننف في الاخر ومفيش حاجة اسمها ننف بايتون اوكي هنا عادي انت خزنت ايه هنا انت خزنت ايدينتيشن طيب دي اصلا حاجة مرفوضة لو جيت كتبت الحوار ده اصلا في بايتون هتلاقي طالعلك يعني فكرة ان انت مسلا تخلي التلاتة double quotes هو الكمبيوتر مش الالجوريثم بتاعه مش هيتعامل مع التلاتة double quotes كده انت مدام انت فتحت quote يبقى لازم تقفلها هنا بالنسبة له وفي ايرو الاصل فده ماينفعش تمام وكذلك برضو هنا الامر ماينفعش لان انت لو خدت بالك هو فتح single quote وقفل ب double quote ماينفعش انت لازم لما تيجي تفتح single quote لازم تقفل ب single quote فتحت double quote يبقى لازم تقفل ب double quote ماشي اه بايثون سترينج فونكشنز الفونكشنز اللي احنا بنستخدمها في البايثون وبالمناسبة الفونكشنز ايه بتديميش بتتطبق على السترينج بس بتتطبق قاعدة على اي لست وهنا بيتعامل مع السترينج كأنه الست عالي يعني احنا مسلا لو قلنا است هلو دي كم حرف خمس حروف يعني دي ممكن تبقى الستقف خمس تمام اه عندك دلوقتي اللينف لو جينا نطبق على است لو جيت قلت له لين وفي است بنفس الشكل ده كده هيطلع لك ايه عدد الحروف اللي موجودة في است طلع لك خمس لو جيت قلت له است دوت قبر هيخلي لك كل الكلام ده كابتل هو في حرف كابتل اه هو هيخلو لك كله كابتل زي ما انت شايف بالمنظر ده كده لو جيت قلت است دوت لور هيطلع لك كله سمال او است ار اه ناين اه هيطلع لك او هيحول لك ال اه لو انت مسلا مدخل قيمة تسعة انتجر وعملت لها است ار ناين او است ار القيمة دي فالمفروض انه يحول لك القيمة دي يعني معنى انه يحولها ان انت مش هتقدر تعمل عليه عمليات حسبي هي مجرد كلمة مكتوب اي دي مسلا يعني انت لو داخل الكلية هل الاي دي بتاعك ده اه ممكن تعد تزود ده رقم ناقص رقم وتعد تعمل عليه عمليات حسابية لا هو زي زي الرقم القوم ما بيتغيق ما تقدرش تعمل عليه عمليات حسابية اوكي فانت عندك ده ما تقدرش تغير في حاجة هو كاتب لك انه هو عايز تجمع حاجتين مع بعض هلو زي زي ما هو كاتب بالمنظر ده كده تقدر تجمع مع بعض جيت قلت له والله انا عايز من الزيرو لحد التلاتة احنا عارفنا ان الاتش ده ما كانوا زيرو دلوقتي والتلاتة الال التاني فهيطلق لك من الواحد لحد الاخر في من الواحد اللي قال ايه لحد الاخر بنفس المنظر ده كده دي معناها ان من الواحد لحد ما تخلص اصلا السترينج ده طال لك ايه اللي قال له وكذلك برضو لو انت عندك رقم انتجر استرينج احنا حقولنا دلوقتي يعني التسعة دي بقت استرينج لو جيت قلت انت تسعة هيخليك التسعة دي انتجر تاني وتقدر تعمل عليها ضرب جمع طرح اي حاجة وهنا هو عملها على رقم تسعة وتسعين ماشي احنا عارفنا ازاي بتجمع آآ سترينج مع سترينج تعال نشوف ان الحتة ان هو جمع سترينج مع ايه مع سترينج متحول من انتجر اعمل لك دلوقتي استي وان قال لك برينتل استي وان اللي هي هلو زائد استي ار نام نام دي مفروض ان هو ايه اوتوماتيك عارف ان هي انتجر بس ولما عطلك استي ار قبلها حولها لك لسترينج فلما تيجي تطبع هيتش اي اللي اللي او وخمسة عادي ولما تيجي تجمع استرينج مع استرينج يعني انا دلوقتي استي ار ده خمسة لو انا جيت قلتلك مثلا عرفتلك variable تاني اسمه نام تو وديتو لك سبعة وبعد كده قلت استي ار نام تو زائد استي ار نام انت عارف هو يطلع لك ايه هو يطلع لك سبعة وجنبها خمسة مش هيجمع لك السبعة مع الخمسة يعني مش هيطلع لك اتناشر اه what is the output of this code هو اعرف variable st1 st2 اعرف لك variable اسمه نام والده لو قيمة خمسة بيقول لك برينت استي ار نام في نام تعالا نمشي معا واحدة واحدة استي ار نام اللي هي خمس زائد سب مسافة يبقى عندك hello خمسة وساب مسافة هي اصلا دي الواحدة مش عايز انك اعمل الكلام رقم c دي اللي صح st2 اللي هي ورل داعي دي هنا برضو في المثال ده عرفنا ان تقريبا كل الحالات دي احنا عرفناها لما بتيجي تقول فاضي كده لحد الخمسة ده معنا ان انتهت لي من الاول لحد الاندكس بتاعه خمسة ولو جينا بقى نبص الاخر واحدة دي بيقول لك هاتلي من سلب ستة لسلب اتنين خلي بالك ان اخر حاجة في الاقواس انا ما قلتش الحتة دي اخر حاجة في الاقواس دي ما بتبقاش معك اصلا يعني انا مسلا لو قلت من صفر لحد ستة ده معناه ان هو مش هجيب لك رقم ست هو هيجي لحد خمسة ويوقف وانا برضو شرحت الحتة دي في الفيديو بتاع الميموري مانيجي منت يعني لو جينا هنا مسلا نبص ايه لكلمة فانتاستيك جي قالك هات من صفر لحد الستة ادي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الستة تي هو ما جابهاش معك اصلا هو جاب لحد الاس بس وكذلك برضو في دي في اخر واحدة من سلب ستة لسلب اتنين سلب ستة دي اللي هي ايه سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة سلب اربعة سلب خمسة سلب ستة اللي هي تي طب هو سلب اتنين اللي هي القوي طب هي هتبقى معك لأ مش تبقى معك هو هيخول لك لحد اللي قبلها بس لحد سلب تلاتة وضحت كده ان شاء الله يكون الموضوع واضح يعني هنا عرف لك اي بي سي دي اي اف جي بتاع للموضوع سهل يعني ممكن تاخده برضو وعايز تحلو حلو تعال نحلو مع بعض ايه برضو عشان نأكد على الموضوع برنت اس تي اف وان اس تي اف وان دي اللي هي ايه زائد من اتنين للاربعة من اتنين دي اللي هي سي لحد اللي هي اي هو مش هياخد الاي هيبقى سي دي يبقى انت عندك ايه سي دي ايه اللي بيبدأ هنا باي سي دي هو ده بس اه لو كملت هيطلع الكلام ده تعال نشوف اللي سبلت في بايثون لو انت عايز مسلا تفصل ده بايه بعلامة معين هنا هو بيقول لك اه اس تي اعرف لك اسمه قويسام كودنج فري جود قال لك برنت اس تي دوت اس بلت هو هيفصل لك ما بين ده بايه بالمسافة عشان هو ما قالش ان عايزك تفصل بحاجة فكل ما يلاقي مسافة هيفصل زي ما وبين قدماك كده تعال هنشوف الحالات التانية بتاعة اس بلت قال لك افصل بايه بعلامة التعجب دي فاول ما يشوف علامة التعجب هيفصل اللي هي هنا اهي فصلك بايه فصلك بالي قبل علامة التعجب وبعد علامة التعجب تعال هنشوف الحالة التالتة فصلك بايه? بالكومة. يعني انت هو عرف لك ST تانية اهي. قال لك data csv 150 وكل واحدة بعدها كوم. هو كل ما لقى كومة ام ايه? واخد لك دي وحطها لك فصلك لوحدة. وكذلك يعني الدنيا سهل. ده لو انت عايز تحلها. زي ما تعود. print فورماتينج. دي بتعمل ايه بقى? تعال نشوف مع بعض كده. انت عندك دلوقتي لو انت جيت عملت برينت بالشكل ده كده. ليه برينت هاي? وحطي لك القوسين بتاع المجموعة دول. وبعد كده وحطي لك قوسين المجموعة دول. وقال لك دوت فورمات امي هي امي ما بتكتبش كده انا مش عارف يا دي معنى. امي يعني واحد وعشرين. وحطي لك ما بين القوسين بالمنظر ده. فده معناه ان امي دي هتروح لقوس الاولان. والواحد وعشرين دي هتروح لقوس التاني. وكذلك لو في قوس تالت وفي قيمة تالتة هيحطي لك في القوس التالت. فانت ناتج الكلام ده كله هيطلع ايه? هيطلع هاي امي يور ايج از تويني وان. تمام? تمام. بيثون date and time. دي كده شوية فانكشنز يعني او ليبيراري في البيثون اسمها date time. ممكن تستخدم منها فانكشنز معينة. حيس ان انت تطلع الdate في الوقت اللي انت فيه ده. في اليوم اللي انت فيه. تطلع الطايم في اليوم اللي انت فيه برضو. فاي حاجة. هو هنا بيقولك اقول لو انت عايز تطلع اللايبيراري اسمها ايه? اللايبيراري اسمها date time. فبتقوله from date time import date time. هتيجي تقوله now. now ده اللي هو دلوقتي يعني. قل لي date time dot now. وجيت تطبع now دي. فالمفروض ان هو هيطلع لك ايه? date and time. لو انت جيت قلت له now dot year. هيطلع لك السنة. now dot month. هيطلع لك الشهر اللي انت في now dot day وهكزا. وكزلك برضو now dot hour now dot minute. كل الكلام ده هيطلع لك ايه? اللحظة اللي انت فيها. او الفونكشن اللي هي input يعني. دي بتستخدم في ايه? دي بتستخدم لو انت عايز مسلا ما تخليش بقى ايه? مش انت ال اللي هتاخد او هتحط قيمة على مزاجك. لا انت عايز اللي بيستخدم او بيستخدم الموديل اللي انت بتعلمه او بتدربه. هو اللي ايه? يحط القيمة دي. فبتستخدم فونكشن input. بتقول له input what's your name? قل لي اسمك ايه? دي الرسالة اللي هتطلع له. وهتيجي تقول له print name. اطبع الاسم ده. فهو لما يقول لك مسلا اسمي احمد هيقول له ايه? لما تيجي تطبع. هيطبع اسم اللي هو اللي هو لك. وكزلك برضو قال لك الage input خد الage منه واطبع له الage ده. ممكن تكتب له رسالة قبلها. هلو احمد مسلا. كزا. عادي براحتك يعني. وكزلك برضو. questions. comparison operator. ازاي يعني اه المقارنة ما بين ال values بالتم. في بيضه. نفس الرياضة بالزبط greater than بنفس الشكل ده كده. greater or equal يعني اكبر من او بيساوي لزان اقل من اقل من او يساوي بنفس الشكل ده كده. ويساوي دي بتستخدم. لو انت بتقول يساوي يساوي دي بتستخدم لو انت بتقارن. ولو انت بتحط شرط مسلا معين. if كزا بيساوي بيساوي كزا. تمام? ما فهاش تقول if كزا بيساوي بس. نقط equal علامة التعجب دي وبعدها يساوي. وبيقول لك ان ال result boolean يعني هلو بتستخدم في حالة المقارنة. لو انت قلت مسلا خمسة اكبر من تمانية في ديترو ولا false false. تمانية اكبر من خمسة true. انت عندك دلوقتي في اي لغة ببرمجة عشان مسلا تتطفق ان الحالتين مع بعض هيبقوا صح. لازم الحالة دي تبقى صح والحالة دي تبقى صح. لو انت عايز مسلا حالة واحدة تبقى صح. فمش شرط يكونوا الحالتين صح. لازم حالة واحدة منه. عشان بتاع الحالتين يبقى فيه صح. لو انت عندك true true فيبقى النتج بتاع true false true يعني حاجة غلط وحاجة صح فيبقى false 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 غلط. تمام? انا بخيرك ما بين حاجة ما بين صح وغلط فاوريل انت هتروح للصح. يبقى true 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 false اللي فيها اختلاف هتبقى true false وتبقى false. نقط دي معروفة نقط true false ونقط false true. لو انا جيت قلت لك print n اكبر من الخمسة. ال n بخمسة وجيت قلت لك خمسة اكبر من الخمسة تبقى false. ماشي? وكزلك بقى الكلام ده. نقط equal دي معروفة. لو انا جيت قلت لك print n. n دي بخمسة الخمسة مش بتساوي تمانية تبقى صح? true اهي. تعالا بقى نشوف ايه اللي انا اصدق عليه. انت عندك دلوقتي n بيساوي v. خمسة بتساوي تمانية غلط يا عم. طيب خمسة بتساوي تمانية دي اللي هي غلط. وان زائد اربعة اللي هي خمسة واربعة تسعة اكبر من تمانية صح. بس انا عشان باجمع لك ما بينهم انا عايز ناتج الكلام ده التوتل. التوتل انا عندي واحدة غلط واحدة صح. فهل الموضوع كله صح? يعني لو جيت قلت لك بقى ايه? قولي نظر عم كده حواليه عليه. انت كده شايف ايه? هو في واحدة صح وفي واحدة غلط. لو الاتنين دخلوا في بعض. انت شايف ايه? شايف كله صح? لا مش شايف كله صح. انت شايف فيه غلط في النص. فبقى الموضوع كناتج كتوتل فولس. وبتالي كده انت افهمت يعني انا اصدي ايه بالزبط? موضحتهش في الاول قوي. بس يا واضحة هنا. لو انا جيت قلت لك برينت ان بيساوي في. الان بتساوي في? لأ. خمسة مش بتساوي تمانية. طب ان زائد اربعة اكبر من الفي. التسعة اكبر من التمانية. فهو هنا بيقولك بص بقى. في فولس ولا ترو. فولس. او ترو. هم مش بيقولك بص لي على الحاجة من كلها على بعضها. وهم خيارك. وانت شايف دي لوحدها وشايف دي لوحدها. وبيخيارك ما بينه. فانت قريدي مش هتختار الغلط. او قريدي يعني الناتج مش هيبقى الغلط. هيبقى ترو. حل انت لي افهم دي بقى. انا وضحت لك دي بشكل كويس. ايه يعني من دول اللي هيبقى احنا قلنا صح وغلط. لما بيتجمع مع بعض غلط. فدي مش true. not true or not false. not true يعني false or not false. true او false or true. تبقى true عادي. بقى انت عندك كده واحدة صح. تلاتة اكبر من الخمسة or خمسة اكبر من تلاتة عند اربعة تعاني مش هي واحدة احدة. تلاتة اكبر من الخمسة غلط. or خمسة اكبر من التلاتة صح. هي خلاص فيها واحدة صحة وفي or يبقى دي صح. تمام? يعني دي كده على بعضها صح. عش صح بقى تعالى. الاربعة not equal بيساوى اربعة and. يبقى انت عندك true and false فتبقى false. وكزلك بقى الكلام ده عشان ما ندخلش في تفاصيل. تعالي نشوف بقى condition او حالات الشرطية يعني ايه في بايسون. انت عندك condition في بايسون بتعرفها بالطريقة دي if condition يعني وبعد كده بتحط الشرط اللي انت عايزه. وتسيب ايدينتيشن وتكتب تعالى ننزل نشوف في ايه? في مثال في السريع عشان ايه نختصر الوقت. if انت بتقول له لو الان بيساوي بيساوي ركز بقى انت مفعش تحطي يساوي واحد تحطي اتنين وساوي. لو الان بيساوي واحد لو الان بيساوي اتنين لو بيساوي تلاتة وهكذا. وفي الاخر خالص لو انت عايز تطبع حاجة مش بتطبعها بقى في ايه? بتسيب له يعني انت مفعش تجي دي تسيب كده تبقى الالس. لازم تخرج برا دي. عشان لما تخلص الشرط بتاعك ده كله اتبع بقى ايه? تمام? فهو هيجي هنا. هيشوف لك الان لو بتساوي واحد هيتبع دي. طب لو اتنين دي تلاتة دي اربعة او قصدي حاجة غير كده خالص. فهيتبع لك ايه? وفي الاخر خالص بعد ما يتبع واحدة من الاربعة دول هيتبع لك دان. تعال نشوف دي كده اكبر من تسعتاشر اند نام اكبر من ان. فانت والله لو الاتنين دول اتحققوا يعني لو ده وده اللي اتنين بترو هيتبع لك دي. لو بفولس هيتبع لك الالس. كل بساطة يعني ان داي. لو كانت اور يبقى لو واحدة منهم صح. ده كوست شانا هو حلو انت. او تعال ان حلو ده مع بعض. وات اذا اوت بوت اوف زفلوينج كون. ان بيساوي تلاتة. اف ان اقل من الواحد. احنا هنجي نشوف ايه بصورة. ايه هاد الان اكبر من الاتنين دي صح? خلاص بقى. هو بالنسبة له ده تحقق. فايه? مش هيرجع. هو خلاص هو وقف لحد هنا. هو بالنسبة له الشرط ده متحقق خلاص ينسى بقى اي حاجة تاني. مش هينزل تحت. فهيتبع لك ايتبع لك تو. وات از او دوت اوف زفلوينج كون. ان بيساوي تلاتة. الان اكبر من الاتنين برضو هتعريبا نفسها يعني. ما علينا. هي هي تطبع لان بيساوي تلاتة بسياتة الطبع تو. هي غالبا خطأ في الاسلاي دي يعني مش اكتر. هي طلعة تو يعني. يعني على حسب الكود ده فهتبقى تو. لان الان اكبر من الاتنين. اه كويسشن ديسيجن تري. واتقل ذا اوت بوت اوف ذا فلوينج كون. ان بيساوي واحد. ان اقل من الواحد غلط. ان اكبر من الاتنين غلط. الس هو خلاص ده كله متحققش. هيقول لك تري وفور. فمفروض ان هو ايه الطبع اي دي. الاتنين مع بعضها. اه تمام ده كويسشن اولا انت عايز تاخده سكرينشوت. تعبقى نشوف اللي هي منها بقى الفورلوب واي اللوب. اه ده واي اللوب. ده واي اللوب دي مش هنا في البيتون. ده واي اللوب في السي بلاس بلاس. اه اخترط علينا الحقوق. طبعا لو انت اصلا مش فهم اللي هي ايه اصلا الكونديشن ده والمفهوم بتاعه البيزيكس. فانت اه لا روح اسمع البلايلست الاول. بتاعة قصيات البرمجة بالبيتون وتعال اسمع دي خدها لك في السريكين. مع ان في حاجات كتير او من اللي احنا بنقولها هنا هي متكررة يعني. بس انا عشان ده سلايد ففيه المنهج من الاخر او فيه مسلا حاجة انت تقدر تستند عليها قدام. فانا ايه قلت نشرحه عشان لو قدامك حاجة مش فهمة فيه تقدر ترجع للفيديو. اه الويل لوب بنستخدمها ازاي في البيتون? بقول له والكونديشن بتاعها. وايه? تعال ندخل على الاكزامبل على طول عشان نلاقي الدنيا واضحة اكتر. انا عندي دلوقتي اسمه ان بيساوي واحد. وقلت له لو الان اقل من او بيساوي خمسة وزود لايه? واحد. تمام. انا عندي دلوقتي هل الان اقل من او بيساوي خمسة? اه خلاص عم يطبع ان? هيطبع واحد. وبعد كده زود على الان دي واحد. فالان دلوقتي بقى يبقى اتنين. اقل من خمسة? اقل من خمسة زوده. وهكزا وهكزا وهكزا. لحد ما يكسر الشرط ده. لحد ما الان دي تبقى بستة فيبقى الان اقل من او بيساوي خمسة? مش ايه? مش متحق. فيوقف لحد دين. تعال نشوف اه كويس شان تاني. عندك دلوقتي ان بيساوي اربعة. ان اكبر من او بيساوي زيرو? اه يا عم ان اكبر من او بيساوي زيرو. خلاص. نقص واحد. فبقت الان تلاتة دلوقتي. وترجع تعيد اللوق. نقص واحد كمان. تبقى تبقى اتنين. وهكزا لحد ما تلاقي الشرط ده ما تحققش خلاص كده وقف اللوق لحد دين. طيب لو جينا بقى نقول هنا ده هيبقى ايه الاجابة بتاعته? ان اكبر من او بيساوي زيرو? ايوة. اطبع اين? هتبقى بكامب اربعة. يبقى من اربعة. لحد هو هياخد الزيرو معاك. يبقى من اربعة وزيرو. ان هو يبقى بسالب واحد. بقى ايه توقف لحد دين? اه نفس الكلام. ماشي في الفورلوب لو انت عايز مسلا ان تحط رينج معين تمشي فيه. يعني مش عايز مسلا ان تحط بقى خمسة اقل من كزا لا. انت بتقول له مسلا طول ما الاي بين رينج واحد وستة. خلي بالك ما بيخدش الستة معاك. يعني هو الاي دي هتمشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وتوقف. الستة دي مش هتبقى معاك. عايز تاخد الستة خلاص اقول في رينج من واحد لسبعة. تمام? بيقول لك هنا قصدي يعني هو مش هياخد لك اخر واحد معاك. هنا هو لو انا قلت لك دلوقتي صفر عشرة واحد يعني امشي لي من الصفر لحد العشرة بس مش هتاخد العشرة معاك وزود لي واحد في كل مرة. لو انا قلت دلوقتي اتنين بدل الواحد اللي هي في الاخر دي هيمشي لك صفر وبعد كده اتنين وبعد كده اربعة هيزود لك في كل مرة اتنين. تمام? وهكذا يعني الكلام ده تقريبا كله نفس الكلام يعني. كويتشن زي ايه? تعالى بقى ناخد ايه ما يعني نظرة عامة كده عن الليست. الليست بكل بساطة زي الاري. بس هنا بقى الفكرة ان انت ممكن بقى تختلط فيها الاتا يعني تلاقي على انتجر على على كل حاجة انت عايزة هتلاقي موجودة في الليست. مش زي الاري مسلا في انت محكم طيب معين للاري ازا كان اي حاجة لا هنا هو سعيب لك الدنيا مفتوحة تحط فيها اللي انت عايزه. وده مثال الاري الليست اهو اسمها بتحط فيها يعني وانتجر عادي. انت بتتعمل مع الليست زي الليست رينجة بالزبت ككلمات لو جيت قلت لك دلوقتي ال 100 دي اللوكيشن بتاعها 0 الماتين دي اللوكيشن بتاعها 1 التلتمية 2 وهكزا لو جيت قلت لك linear data lens of data ناقص واحد. ده كام تعالى نعد 1 اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انت بتعد اللينس بتعد عدد العناصر مش بقول لك قل لي اللوكيشن بتاعى عشان لما تيجي تقول لي ما تبتديش من الصفر. لا احنا بتبتدي من الواحد. عادي. ده طول. ده عدد العناصر. امش بقول لك قل لي في الميموري المية دي ايه? فانت عندك دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. حلوة دي طالة انا قلتها دي. ستة نايس واحد. تطلع كام? خمسة. فانت بقى لما تيجي تشوف خمسة دي. اللي هي نايس واحد. ايه هنا? لواحد. صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلقى ستمية. وطلع لك ستمية. تمام? عندك الدياتا بيساوي واحد اتنين تلاتة وخمسة. بتساوي آآ لست فاضي. هنا عندنا مجموعة بتستخدم في الليست. تعال نقول لهم بالسريع كده. دي يعني انت بتضيف عنصر في الاخر. في اخر الليست. لو انت قلت دياتا دوت ابندي واحد ضيف لك الواحد في اخر الليست اهو. تمام. قال لك آآ لست اف انسرت اي دي اكس فاليو. تعال انا مشتنا الاول ثاني. يعني دلوقتي اللوكيشن بتاع ده زيرو. اللوكيشن بتاع التو واحد. اللوكيشن بتاع التلاتة اتنين. اللوكيشن اللي بعد التلاتة تلاتة. فبتقول له حط فيه كان بقى اربعة. فقال لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وصلت. لو جيت قلت له داتا دوت ريموف خمسة. شالك خمسة من الدياتا. او بيشتغل بقى على الدياتا دي. ما ركشن لعب دي دلوقتي. دي حاجة دي حالة كده خلصت. بنشتغل على الدياتا دي اصلا. تمام? قال لك وزيرو اللي هو اول مكان مش موجود اصلا. حط فيه عشر. اعتراك في الايه? في الاسة عشر. بتقول له طبعا اللينس واحد اتنين تلاتة اربعة طبعا اربعة. عدد العناصر يعني اللي جوه اللي ست. داتا من الزيرو لحد تلاتة. من الزيرو للتلاتة. طبعا الخمسة بيش تبقى معنا اللي هي رقم تلاتة يبقى واحد اتنين تلاتة بس. اهي. قال لك هاتلي داتا دوت اندكس خمس. انا عندي دلوقتي رقم خمسة ده. الاندكس بتاعه كام? اللي في اللي في الميموري بتاعه كام? ده زيرو. ده واحد اتنين تلاتة. بتقول له داتا دوت صورت يعني ايه? رتبهم يعني هموري دي مترتبين. انت كده عرفت ايه? شوية عن بتاعة الليست هم دول اللي احنا عايزين نستخدمهم يا هم. مش عايزين حاجة ازياد من كده. list to comprehension build a list using values that satisfy a criteria. لو احنا جينا هنا نشوف. ده variable عادي. if nums مية بيساوي n for i in range مية واحد. if in model last two بيساوي بيساوي زيرو. انت مفروض لحد دلوقتي تعرف ترجم الكلام ده. يعني بعد ده اللي احنا قلنا ايه. هنا equivalent two. if num عرف لك variable وده له list فاضي. بيقول له for in in range مية واحد. يعني هيبتديه من الصفر حد مية واحد. if in model last two بيساوي زيرو. بعد كده زود على list اللي هي فاضية دي قيمة ال in اللي هو المودلس على الاتنين بيساوي. يعني اي حاجة زوجية من الاخر. احنا دلعارفين دلوقتي اتنين على الاتنين بقية الاسم بتاعها زيرو. اربعة على الاتنين واي حاجة لمضعفات الاتنين. فانت هتبص تلاقي هنا. هو قال لك ليه مية واحد عشان ما ياخدش المية هيوقف لحد المية بس. هو مش ياخد المية واحد معانا. احنا قلنا ان اخر حاجة دي ما بتتخيش. فعندك دلوقتي هياخد لك كل حاجة زوجية. يبقى هي بيان حتى من اسمها يا. انه هياخد لك كل الارقام الزوجية. ادفانسد بايثون ليست سليسينج. احنا عندنا دلوقتي data بتساوي variable يعني list آآ الليست دي من واحد لحداشر. فهو كده كريتلك list يعني. يعني انت لو جيتها عملت print لل data دي هيكريت لك list من واحد لحد احداشر. طبعا مش هياخد الحداشر معانا هيبقى اخرها عشر. دعا نشوف ايه? واحد print data وفي واحد لتمانية لاتنين دي. ايه دي اصلا? احنا لو جينا هنا نبص هنلاقي ام طلع لنا اتنين واربعة وستة وتمانية. اللي هو ايه? اتنين اربعة ستة تمانية يعني الارقام الزوجي. ومزود لك من كل واحدة اتنين. فكده معناها ايه? معناها ان هاتلي من الواحد لحد التمانية بس ازود لي في كل مرة اتنين. طيب دي معناها ايه? هاتلي من الواحد لحد الاخر بس ازود لي في كل مرة تلاتة. فيقوم اطلع لك اتنين وخمسة وتمانية. بكل بساطة هو ان انا مسلا بقول له في رقم عندي بيشير لحاجة معينة. يعني عندي مسلا دلوقتي شبه الليست هو مش زي الليست. تمام? عشان ايه? نبقى ده انت بتدي له مسلا ريفرنس او بتدي له كي وهو بيرجع لك حاجة معينة. بتعمل الاقواز بنفس المنظر ده كده. بتقول له مسلا واحد ده بيشير لوند. اوكي? فانا لما اجا اقول لك مسلا دكشنري اف وان فهيديك وانا. لما اجا اقول له تو. هيديك تو. ثري. هيديك ثري وهكذا. ممكن بقى تضيف جملة. ممكن تضيف اي حاجة انت عايز تعمل. فهو مجرد ان هو كي او ريفرنس بيرجع للحاجة اللي انت يمخزنها فيه. تمام? احنا كده عارفنا هنا بيقول لك لو انت عايز يعني اتعرف دلها واتناديها وكده. احنا قولنا ان انت بتعرف دلها بالكلمة دي وعرفت اسمها دبل نم. وقلت لها ان هي بتاخد اسمه نم. وجيت قلت له ايه بقى النم ده? النم ده بيساوي نم في اتنين. يعني انت انت بتعمل دلم الاخر بترجع لك مضاعفة الرقم ده اللي انت بتدخل. يعني انت لو دخلت مسلا خمسة تديك عشر. دخلت عشر تديك عشرين. بتعملها بالمنظر ده كده. بتخليها تعمل للنم في الاخر. بعد كده عملت من الدلة دي خلته ان. وجاعد كده جيت قلت له ايه برينت اس تي ار دبل نم. فيطلع لك ايه? لان بخمسة اطلع لك عشر. اه طبعا ده اس كيو ار تي دي بتتعمل مع الجزر يعني جزر الخمسة اه جزر خمسة وعشرين خمسة وهكذا. عندك برضو ماكس اه ومينيمام وابسليوت لو انت عايز دلوقتي تطلع لماكس من الارقام دي تلاتة خمسة اتنين اطلع لك خمسة المينيمام هيطلع لك اتنين ابسليوت اف اربعة يعني هتليك قيمة مطلقة بتاعت سالب اربعة فهيطلع لك اربعة من غير السالب. اه بيقول لك طيب يعني طيب اتنين واربعين دي انتجر اه في اه كسر فتبقى فلوت دي كده شوية دي مكتبة يعني اسمها رانضم تستغنب بقى قدام في تحليل البيانات لو انت عايز تعمل ايه تخلي الداتة رانضم يعني ما تخليش او اي حاجة تتعلم اه يعني بطريقة مترتبة انت عايزت لغباطها بحيث ان القيم اللي هي المختلفة تبقى في في فيفي في في этой فيفي في فيبقى التعلم بتاعها ادك احسن يعني. انت تعال نشوف دها بيقول لك اه أكزمبل قل لك دي اف وقال لك اول فيها اه اف ويو انسي او يعني وطاني اركيومنت ايه الفالي? وبتقول رجع لي تعال نقرأ كده ده بيقول لك بيقول لك يعني هو ايه? هو عايز يخليك كأنه تقدر تستخدمه. فده انت بتعمله ازاي بقى? لو انت قلت لك دي اللي هاتف الفنكشن الرئيسية اللي احنا عاملنا. وفتحت اقواس. قلت لك دي اللي هي المفروض بترجع لك رقم مضاعفة بتاعته. وقيلت لك ايه? عشر. فطلع لك عشرين. عشرين دي جات منين بقى. لان انت لو جيت دلوقتي دي د دي ايه? بترجع لك function of value. انت اديته الفاليو عشرة. والديته الفانكشن دي double number. فلما تيجي تقول له double number of عشرة هيطالع لك عشرية. هيدي بكل بساطة على الحوار يا. تعال نشوف هنا بلوقت is the value brand. double number. double number ده يعني انت بتضعف الرقم تلات من ربط. انا عندي دلوقتي خمسة زائد خمسة زائد خمسة. اوكي? دي معناها بالضبط خمسة في تلاتة. فانت لما تيجي تقول له مسلا خمسة في تلاتة وخمستاشر زائد اتنين اتنين في تلاتة بست خمستاشر وستة واحد وعشرية. انا الواحد من كتر ما هو انا سجلت وكل واحد يعني انا قاعد تقريبا بقى ليس ساعة ونص عمل وسقط خالص. بس يلا بقى حاولنا تماسك وتقريبا احنا قربنا فاضل لنا تلاتة سلايضات ولا حد. وتلاتة سلايضات لقيت. الحمدلله تلاتة سلايضات خلصة. ده عليها. خدوا سكرينشوت. معلش انت ممكن تلاقيني سقطت في النص شوية بس عشان انا كنت فاصل بصراحة مش قادر. بس انا وضحت لك كل حاجة بعدها لو انت سمعت الفيديو كله ان شاء الله هتكون استفدت يعني. بس كده ان شاء الله شوكوا فيديو الجديد ان شاء الله.